موسيقى وين نراكم وين كنتم نرحبو بكم نرحبو بكم في حصتكم برنات نوال اللي على قناتكم برنات تيبي كما عودتكم كيفية تبسيطة وسهلة وان شاء الله في الاخير تكون بنينا كيفيتنا اللي رح نبدو بها هي كيفية تقليدية محبوبة وتربطو كامل عليها اللي هي الكباب الكباب راهو امامنا حنضيروه بطريقة جديدة وعصرية وكي ما نقولو دايما في الفوق مع دوك الشابب بتعنا يحبوه دايما حاجة خفيفة اللي تكون في الفوق الوغة هاد الكباب اللي رح نضيروه بطريقة جديدة يطلب بلونت بولي ولا وش عندكم حميصة دايما أنا نطيبها من قبل بشوي عمل حكمون بش جيني بنينا عدنا حبها بصل بصل مرحي ولا مقطع ديموغسو صغار وشوية تمعد نوس نروحو اول شي عندنا نجرة ندروها فوق النار ندر شوية زيت نقدر شوية زيت ديموغسو صغار وشوية زبدة مقدات اللي تمغارف كبار نعود نولي اللي بصل وعدنا الجاج كيس خونز زيت شوية نبدأ فيه ندبله شوية باش ندر الجاج نفضل اناي تكون بالبلونت بولي لان في الاخير هاد البلونت بولي هنقسمو ديموغسو ونخلطو مع البتاطا ما نروحش وما نقلق كومش نروحو بشوية خطوة بخطوة باش تشوفو كيفاش هنديرو الكباب بطريقة جديدة هنا الزيت رهي سخنت ندر البصل نقلق كيس بخطوة ننضع ونبضي بشوية نبدأ به ندبله شوية باش نقدر الجاج ولا حم واش تبالي واش تبالي كوالا قلق نقطع كوالا نقلق كوالا يجب أن تحبسوا قليلاً دبنا البصل سوف نضيف البلونت بولي نحمر البصل سوف نسخن الماء و نضيف الماء ماء ملح و فلفل كحل و الكوركم الكوركم هذا هو جديد انا احبت نضيفه في كباب و نضيفه قرفة دائما ملقى بيطان نعرفها بالقرفة جبنينة الكوركم سوف نضيفه لون و نضيفه تابل جديد و يوجد فوائد نحبه في الأطباق خاصة المرقة تكون بيطانة شئ طوير بلوض و بين ضيف الماء المرقعة ستكون بيتا بصفح بها لون تاع القركم اللي هو أصفر وتاع المادنوس اللي هو خضر اللي هو في السنو布 يجب الماء، حيث أن يصخن الماء تقوني olan للماء النوت الماء بسخن ندل حميسة نغطي عليه ويجعله برحته في الطيب المرقات كما رأينا فوق النار نصبر عليها 30 دقيقة لدينا كيفياء تانية اللي ستكون كيك سالي لكن سنحضرها بعد الفاصل أرجعنا لكم مع الكيفياء تانية اللي سبقت وقتلكم ستكون كيك سالي ولهاد الكيفياء لدينا هاد المكونات اللي راهي أمامكم واللي هما مقدار قريب كاسحليب حبة بصل مقطعة صغير عندنا 100 جرام تعفارينا ثلاث حبة بيت ثلاث حبة بيت ثلاث حزب الحجم عندنا 100 جرام بلونت بولي بلونت بولي نقدر نعوده بالفيوندة شي طيبة ونقدر نعوده بالطاق عندنا حبة زرودية غابي فرقيق فوماج غابي مقدار 80 جرام 50 جرام يعني وش عندكم ثلاث سنينات تعتوم شوية معدنوس وباكيتها خميرة أول شي نبدأ به مقلعة ندروها فوق النار شوية زيت كي تسخون الزيت راح ندير البصل ندبلو شوية البصل باش نزيد الخضراء اللي راح يقدمنا واللي هي زرودية غابي هاد الكيفيات على كيك سالي تقدرو يعني ديرو أم بلا فيه الجاج ولا فيه الحم بعد ما يقعد لكم شوية مغاد من ذاك نتلقى شوش ديرو به تقدرو تطبخي باقيو به غير بشوية تعبيد وشوية تعفقه وشوية حليب تقدرو ديرو هاد الكيك سالي زيت تبدأت تسخن دايما نفضل حتى تسخن الزيت باش ندير البصل دايما نفضل حتى تسخن الزيت ندبلو بدبال شوية باش ندير زرودية لان وقت طياب داعه هو كتر متاع زرودية كيما شفتو المقادير اللي هادرنا عليها تاع الكيك سالي ما هادرناش على الملح وففلكحل أنا نفضل دايما ما نحكيش عليه اللي لازم يكون هو حادر في أطباقنا يعني سوى دي صوص غوج ولا دي صوص بلون فش نديرو دايما دايما الملح وففلكحل يكونوا حادره ورهات الكيفية حتى وإن كان يقعد لكم شوية على الحم والجاج في صوص غوج ولا صوص بلونش فقدروا تحضرهم يعني مشي لازم صوص بلونش لابس الله ودايك بال نزيد له زرودية نذكركم لازم نديروها نلعبوها فلاغاب رقيق يعني فلاغاب وين رقيق نديروها شوين ميتين الخشين لازم نحسوش بيها خاصة كيندرالي ما يحبوهاش بزاف على الغي يأكلوها وما يحسوش نزيد شوية بعد نصف نزيد شوية وشوية توم وشوية توم وشوية توم دائماً ما نغفلوش انا هنا نربح شوية وقت ناخد ريسيبيون نغير فا ندير فيه 100 جرام تافارينا نتحبه التابات البيض ندير ثلاثة لان الحبيبات على البيض رغم صغر يمكن يكون البيض كبير نديروه زوج نعود نولي نخلطه شوية باش ما يتحرقش نزيده نزيده كنديرو النهائج نضيف الفرماج نضيف لكمية الحليب نضيف لنزيده كما رأيكم تشوفوا الخليط اللي قدرته اللي كان من القصل مع جنوس ثم حبز روز ياغابي نعود نضيفها لداخل نضيف ملح وففلكحل نضيف ملح وففنا نخلط كل نضيف الخمير خالط تايرة واجد هناك كي براكو تشوفو الكميات الحلب مدرتهاش كامل عندي امول كيما هادا مولع كيك تمامول اللي حبيته ولا اللي عندكم قدرنا له شوية عزبدة و شوية عفارينة نخلطه كامحة ما نشوفوش لازم بفارينة ما تبنناش ونزيد الفروماج غابي اللي خليناه من الفوق كيما راكو تشوفو بصون جرام بتاع الجاج اللي قاعدنا حضرنا كيفية اللي نقدرون نديروها بشوية شلادة و شوية خضرة تكون في عود سلادة انا هاد كيك سالي راح نديروه في الفوق الفوق تعيش حالته من قبل على درجة حرارة 180 دايما يكون سخون من قبل بعشر دقايق وقت التياب تاعو كيما نعرفو دايما موسكو شو تاعنا لازم ندخلو الموس الداخل و بلا حاجة تخرج ناشفا نعرفو بلي راح يكون واجد ياخد انبال كولو غدوغي و ياكلوه و ان شاء الله تاكلوه بصحة ولهنا كيفيتنا تعالو كيك سالي كمناها لكن الكيفية اللي قلنا كباب غو فيزيتي طريقة جديدة ما زال ما كمناها راح نعود و نقولو بعد الفاصل و نكملوها مع بعض بقاو معنا ارجعنا لكم مع الكيفية اللوبلة اللي كانت كباب غو فيزيتي كباب بعد ما طابت المرقة تاعو البلونت بولي طاب قطعنا هدي بتي مرسو كما راكو تشوفو مايخفلكمش اللازم البتاطا مقلية تكون حاضرة في الكباب بتاعنا وعدنا البيت هاد المكونات اللي راهم امامكم نلزم نلموهم كامل و نرجعهم خريط واحد عندي ريسيبيان ندير البلونت بولي اللي قدت لكم من قبل طاب في المرقة و قطعتوه نزيد المرقة حوالي كاس من الشي معمر بالحميسة نزيد وقانا البتاطا مقلية كما راكو تشوفو اذا حبيتوها خفيفة تقدروا تديرو حتى من حبة البيت هاد الخليط هنزيدو فيه شوية تاع ملح في الكحل يعني كمية صغيرة قليلة لا نكتروش فيها لان المرقة طابت فيها طابت بالملح و الفلفل الكحل نحنا راح نديرو وش تحتاجو وش يحتاجو البيت الخمس حبات البيت اللي قدرناهم نخلطو كلش حتى يتخلط البيت كامل مع الجاج اللي قدرناه مع البيت تقدروا ما متستعملو معدنوس المعدنوس على بلكم باللي الكباب يحب المعدنوس يحب البصل في الاخر هنا تقدروا تديرو شوية معدنوس ولا تخلوه تاني في الاخر تشبحو به بعد ما تأكدنا اللي خلطنا ملح لازم مننا يملوش انا يا عندي هاد المول وعندي انساليكون هاد المول اللي راحوا قدامي يتقدروا تديروه كبير واحد وتقدروا تنوعو ديرو انجفوجيال والله هكذا يكون كبير نعمر نعمر كل واحدة تنوعو ملح نعمر ملح نكمل وشقات نعمر نعمر ونزيد اهنا هنا عندي ام بلاتو ليدخل للفوق رح ندير الكباب بتاعي ليدرتو طريقة جديدة وعسرية في الفوق الفوق تاعي دايما نتذكركم يكون شعل من قبل بعشرة دقائق مدة طيب تاعو حتى ياخد ينكو لغدوغي وينشف ولا فوق متاع المول اللي مديناه ولو اللي يراه فيه ياخدها ويكون الكباب بتاعنا واجد كيفيتنا لنها اليوم كمنهم معلكم غير تنتظرونا وتكونوا معنا بعد الفاصل شوفوا اطباقنا حضرة واجدة على الطبق التقديم اطباقنا لنها اليوم كانت كباب غو فيزيتي طريقة جديدة اللي كان في الفوق شوفتو يعني مكاش لي ما يعرفوش مكاش لي ما كلاش مكاش لي ما يحبوش درناه طريقة جديدة اللي يحبوها كامل الوقت اللي أنا فيه العصوص تعوك كي ما كنتشوفو خلينا منها ودرناها في الوسط اللي يحب ينسوك يديرها الكيفية التانية اللي كانت كايك سالي كونا بالبقايا الأكل اللي عندنا يعني من الحم من الجاجب من حتى ولا ما عندكش إن بواتا التان تقدري تحضري هاد الكيفية اللي هي كايك سالي درناه كامل انتخي تقدرو ديروها بشويات سلاطة ولا شويات عزرودية جاناتيق غابي تماطم اكمبانيومان كي ما هنا درنا بشوازيتون وديروها كامل انتخي بيانسوك تكون سهلة وخفيفة وتكونوا كيفيات سهلين وخفاف وان شاء الله يعجبوكم مع الياري نقول لكم دايما أحلى ختام وأغلى كلام في بنت نوال دائما هو على البلد عرفته السلام السلام عليكم